السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد بالنسبة لهذا الفيديو هذا فقد نتكلمه حول الاستفادة من برنامج تيسير الدعم ديه تيسير لانه بزاف دينا السهولون عليه فبالنسبة لهذا الدعم ديه تيسير كنت جدرت اليكم عليه واحد لفeras السابق مني كانت تسجيل فيه بالنسبة لي رسالة المده ديه تسجيل كما قدرت لكم Anglia فيديو وشرحت لكم فيه كل ما يتعلق بهذا الدعم ما ديه تيسير معهم بالنسبة لهذا الفيديو هذا لي اتطاركوا عنها وغدي يطلع عليكم الرابط اللي لأفضل ديه وغدي يعني هدت منه ولت فقط نتكلمه عند النهاية الفيديو بالنسبة لدعم ديه تسجيل كان عدا في شهر اكتوبر كانو اعطاه شهر على قدو باش انو الناس يتسجلون باش انو مي يستفدوا من هالدعم دي method серيس بالنسبة للدعم فهو تيطل تلاميذ في المجال القرىوي وما في المجال الحضاري يعني تلاميذ اللي تقرأه في البادئة وكذلك سواء اللي يقرأه في المدن شهو ما تيستفدوا من هالدعم هذا وبالنسبة تلاميذ ماشي كاملين تيستفدوا منو بالنسبة العلم القرىوي فهو ما تيستفدوا نحن يقرأ بالمج cho lives نحن يقرأ بالمجال ليحصل على المشاكل ثاني ثالث أرابعة الخامس سادس وكذلك تلاميذ ديال إعداد اللي تقرأوا في سبعة أو تامنة أو تسعة كذلك تاهمة تستفدوا وبالنسبة للمبلغ المالي اللي تستفدوا منه فهو تتراوح من سمية درام حتى الـ الـ 1400 درام يعني من 12 ألف ريال حتى الـ 28 ألف ريال فبالنسبة التلاميذ اللي تقرأوا في سلك الابتدائي بالنسبة الاو routing القراء يستفدون لتناول مستوى الاول وهي 200 درام ونسبة التناول في الثالث والرابع من ابتدائي تستفد من 800 درام ونسبة التناول في المستوى الخامس والستة في راوم من 1000 درام والإبتدائي والتناول في الالتالي والتناول في المبلغ من 1400 درام سواء كانوا في المجال الحضاري أو في المجال القراوي يعني ما كيش فرق بيناتهم وكذلك ما كيش فرق بيناتهم وكذلك ما كيش فرق بين شي واحد اللي تقرأ في السابعة أو الثامنة أو التاسعة كاملين تستفدون من الف وربعمية درهم دور للمبالغ المالية التي حدث بنفسه دير عضل الماليات دين ذهنا عندما ستصرف المغل形 الذي يصجح في الموسيم الماضي يصغر المالي كانوا الطير أو درخ نفسه في الآخر البادي في الأمور والدرس ومن الثاني في هذه السنة الدراسية يعني انه كان تعالت بزاف اخدوه على جوج دفوعات وبالنسبة لهذا الموسم دراسي الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين فرى غدي تم الصرف ديال هاد المنحة هذي على ثلاثة ديالدفوعات يعني مشي جوج كما كان سابقاً غدي يكون هل ثلاثة ديالدفوعات وحدا غدا تكون فا شهر يناير يعني فا هذا الشهر هذا وغدي تغطي الفترة الممتدة من شهر سوتنبر وكذلك غدا تكون تفع Windows والي غدا تكون فالبداية ديالشهر أبرير وغدي تغطي الفترة ممتدة من شهر يناير حتى الابريد. وكذلك غادي تكون دفعة ثالثة غادي تكون في شهر يوليوز. وغادي تغطي الفترة ممتدة من شهر ابريد حتى شهر يوليوز يعني انه غادي يكون في المجموعة ثلاثة ديال الدفوعات. وكما قلت لكم تفعال اولى فهي مقرر على انها تكون في شهر هذا في شهر يناير. وبالنسبة طريقة كيفاش انكم تستفدوا من هادا الملحة هادي ديالتي يصير بالنسبة اللي تسولوا فهما كين يجوج ديال الطرق. طريقة الاولى هي انه يمشي وليه الامر ديالك تلميذ الام دياله او لالاب دياله. ودي مع البطاقة الوطنية ديالها وتمشي الاقرب بريد بنك اللي قريب لكم اي واحد اللي قريب لكم. وغادي تسالم دفعة ديالها. هادي بالنسبة لطريقة الاولى او لكذلك كينها طريقة اخرى انه هم لي غادي تتم صرف ديال هادا الملحة هادي انك تشيل مؤسسة ديالك. وهما غادي اعطاوك واحدة الورقة على انك مستفيد من هادا الملحة هادي ديال تيسي. بالنسبة ذيك الورقة راتيكون فيها الاسم العائلي والشخصي ديال المستفيد يعني ديال دك تلميذ. كذلك تتكون في رقم البطاقة الوطنية ديال الولي الامر دياله. وكذلك الرقم ديال تيسي الخاص بدك تلميذ. وكذلك الموعد يعني التاريخ ديال امتى غي يخصو انه يسلم ديك الملحة دياله. غايعطوك واحدة مرتبط يخصوك انك تشي تسالم في ديك الملحة ديالك. هة بالنسبة طريقة تانية كما two. مرأة بحال سوا ان طريقة الاولى اولى طريقة تانية فارقة غادي تسافد من ملحة ديالك. مهم هو انك تسالم اه ديك الملحة ديالك هذا مهم. سواء ان كنت في طريقة الاولى او الطريقة التانية مهم ما دوز طرق هما اللي كانين كما يا. وبالنسبة تاريخ دي الصرف آآ الدفعة الاولى كما قد لكم فهو مقرر في شهر يناير وما زال حدود ساعة ما كيتاش يبلغ حول التاريخ آآ دي الصرف هاد الملحة هادي فان شاء الله من قدي تخرج الوزارة ب هاد تاريخ هادارة قدي نشاركو معكم وكذلك قدي نوضح لكم بعض الامور اللي كانت ان شاء الله. بالنسبة كذلك اللي قدي نضيف لكم انه تاريخ لغي خصكم انكم تسلموا في هاد الدفعة ديالكم. فهما تيعطوا مدة ديالشهر يعني انه مثلا دبا الى خرجات هاد الملحة هادي في شهر يناير فغدا تسالي في آآ شهر فبراير يعني ما خاصتك تعطل عليها اكتر من شهر لانه ولا تعطلت عليها اكتر من شهر ما غاديش تاخدها ما زال غاديش عندهم غاديقوا لك راه رجعات يعني ما غاديش تستافض منها. وهاد شي كما قلت لكم آآ ما خاصتكم شأنكم تعطلوا عليها انفو خرجات لكم تمشوا وتسلموا الملحة ديالكم وان شاء الله رامني غادي خرج بالاغ حول تاريخ المحدد من اجل الصرف هاد الملحة هادي الدفعة الاولارة غادي نشاركه معاكم وفي الاخر كما قلت لكم بالنسبة للناس اللي تسولوا حول تسجيل فرا سالت مدة تسجيل راك تشارك شو معاكم لي كان تحلل تسجيل في هاد برنامج يتيج يصير كان في شهر عشرة وراك تشارك شو معاكم دبا را ما بقاش مدة تسجيل ان شاء الله حتى العام جاي ان شاء الله وكان هاد شي هو اهم ما جاء في الفيديو ديالنا ديالي يوم فالي عجبك الفيديو ما تنساش ديالي جيم كذلك تخلينا شي تعليق تحفيزي وإلا كتأول اخترات تتابع القناة ديالي يوسف تاك برو ما تنساش انك تشارك في القناة كذلك تفعل زيال الجرس باش توصل بجديد الفيديوات ديالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر